المجتمع في جنوب إفريقيا وانعرف ان فيه شغف في كرة القدم في جنوب إفريقيا المجتمع في جنوب إفريقيا كيف ينظر لمسيماني دلوقتي بعد ما حقق بطلتين لكأس لدولة أبطال إفريقيا فيه أعلى من سنة يعني والبطلات الأخرى كمان فكيف ينظر المجتمع في جنوب إفريقيا لهذا المدير الفني المحترم الحقيقة خلينا نبقى منصفين دي نقلة لأي مدير فني في العالم انه بقى متواجد في النادي الأهلي دي نقلة نوعية من نوعها نقلة نوعية من نوعها انك تجيب الجاب من جنوب إفريقيا للشمال يعني فإفريقيا كلها يعني احنا قرر واحدة انا عايش في إفريقيا احنا قرر واحدة انا عايش في جنوب إفريقيا فالناس بتلوم يعني بيبقى فيه حاجة بسيطة بيبقى يقولك يا جاء انتو شمال إفريقيا ساعات ساعات من بعض من القلة تقولك لا انتو مش معانا انتو مش من افريقيا فانك تنقل مدير فني من جنوب افريقيا وييجي يدرب نادي بحجم النادي الاهلي نقلة نوعية كبيرة جدا السوشال ميديا الميديا هناك لا طبعا الناس نقلة بالنسبة لهم كبيرة جدا ما تنساش دول شمال افريقيا بالنسبة لهم في الكرة هم رائد رواد الكرة موجودين المواهب موجودة تحت بس التفكير عقلية لعبين انت حضرت كنت لعيب كبير لعيب العربي مع عقلية مع تكنيك لا بيبقى لعيب عالي فهو انت تجيب النقلة دي من تحت الموهبة تحطها في كرير يعني هتكلم هتكلم انا هنشكر يعني رئيس مجلس دورة النادي الاهلي ان النظرة دي تكون عندك انك تجيب حد من هنا تحطه في المكانة دي لا اختيار اختيار موفق اختيار موفق بيربط بين موهبة طلع من تحت من الجنوب رابط في قارة افريقيا حد عنده كاريزمة اللي هو يقدر يقود وقات في خلال سنة جاب لك بطلتين دورة ابطالة إفريقيا فأعتقد بالتاريخ اللي هو القصير اللي موجود دلوقتي فاطر البيت سمو سماني مع النادي الاهلي البطولات اللي حققها لو انت تكلمت من ثم بطولات جاب لك سبع بطولات او ست بطولات ده اعجاز هتلي مدرب جاب الحاجات دي انا مش النادي الاهلي ده الطابق يعني مع النادي الاهلي مع النادي الاهلي انا جايلك الحتة دي